اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذكر لها ذلك فاشارت ان يقوم هو فينحر بدنه ويحلق رأسه ولا يكلم احدا ففعل وقد نحر جملا لابي جهد كان في انفه برة منفضة ليغيذ به المشركين فلما رأى الناس قاموا فلما رأى الناس قاموا فنحروا وحلقوا وكادة بعضهم يقتلوا بعدا غماء وقد نحروا الابلى عن سبعة والبقرة عن سبعة وكان حزن المسلمين لسببين بالنسبة قالوا عمرات اللعات النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امنا كتابة انتهى نايا عقد لفنقيهم وفنقي المشركين حسنا قناة حردو وحنقلكم لعطو حلال منعمرات صالت مرت بيلي يوم اولندا قانط حرد الابو حنقل لعط الابو ودي بيت كمسل اتا امسلم المؤمنين دي بأتا وامسلمة بالله ليه يا رسول الله انت بدي انتح لك وانتح رد حقوها في تريون بيالت وفعلا برأي لنا نساء واستشارت نايا سيط نايا سيط نتبه لك لتأبو لبوني اذي الخير غير امقبدي وامر ديين ودي بأمر دنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قمل على مدير ناس امعلو دي بأ نايا سالبا معلو قنمات انتو دي بأ نفو كنسل نظام فاي يانف لقبي او قالي سالة عروق ولا جوال نايف الدات اللي على تقولو لكمال اللي اللي حرد النبي صلى الله عليه وسلم ولاطا حقوه كلهم لصحاب رضوان الله عليهم لاطوا وحردوا لنقدي بسبوع الحرود علو ولا ما حاء من الحرد بسبوع نفر دي بسبوع نفر 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 دي وسبب حزن يوم ميته كمان قلنا امر هدينا منقبي وكان حزن المسلمين لسببين اثنين الاول رجوعهم بغير عمره عمرت ندي مودة يحزن مطال نبي له لا طيب نفسه ونسأو وثاني عدم المساوى بين الطرفين كمان يب سلوح انفن قيام يساو فالمسلمون يردون من جاء اليهم وقريش لا يردون فطمأنهم رسول الله عن الاول بانهم سوف يعتمرون العمل قادم فالرؤية صادقة وفي هذا الجزء من السلحي مراعاة لمشاعر الفريقين وطمأنهم عن الثاني بان من ذهب منا اليهم فقد ابعده الله ومن جاء نمنهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا طيب وكان حذن المسلمين لسببين الثنين الاول رجوعهم بغير عمره والثاني عدم المساوى بين الطرفين لا تهاجين ديبا ولا مسلمين هيني يعني وريش قبل لك انه قل لو سلم لحد جعلوا فالمسلمون يردون من جاء إليهم إلا أبي ما أعلم إحنا سقنا لما نبال السقل مهتم يبال صدي بنا ولما أمر ما يعلم لكن النبي صلى الله سلم يوم يوم من يوم أصلا رب نبقل الإسلام من يوم نبقل لأنه لا اكره بين نحنا من نبقل رب الحفظ ون الصبر وده اللي أصلا فتح نبقل ونبقل ونبقل يوم النبي صلى الله وطمنا يوم يعني لفرج ولمخرج قروب هلا كما قال اللي بجند اللي فرج مخرج من نبقل ونبقل ومن يسمع رب نبقل لأنه قال وما يكون رب العبد يقول لأي يقبي يعني إسلامي ودي كفري يقايسني ودي بشرك يقايسني لكن كفري ودي بشرك لها الله رب هذا من قبل يب إسلام لأي وكان قوله صلى الله عليه وعلى هذا مبينا على نظره البعيد رؤيته قدم رؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فإن جماعة من المسلمين ولم يكن ينطبق عليهم هذا الأحد فكان يمكن اللجوء إليهم للمحبوسين في مكة ولكن ظاهر الأحد كان في صالح القريش فلما يزل له أثر شديد في أعماق مشاعر المسلمين حتى جاء عمر الخطب وقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست عسيه وهو ناصري ولن يديئني أبدا أمر من الخطب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شوية بشدة تهاجع يقول لها يا رسول طبعا لدي المسلمين لدي بأحبش الهلو إلا فائدة إلا إلا استفيدة من نعتو ومشاة الصحابات اللي بحساب ومشاة لأنه اللي أحد اللي أهم رامي على وان اللي كان له كمسال ها اللي دي بأ نفسهم مرة الصور على اللي يجعل اللي بيال نا كفو إنه نا نا قبل وكفو من هنا لجيشتهم بلوسوا من هنا لما تي هنا من هنا لجيشتهم يبال لبنا وحينا لما وكفو 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 اللي كل بيالو وعمر بن الخطال ودى النبي صلى الله عليه وسلم أسأل رسول الله حين دي بحقي هنا وتندي بعض العيوة بيالي دي بحنا لما قتلا نا يندي سبدي النت يقول مغتلا نا يوم سبدي الثات نعم بيال النبي صلى الله سلم لدينا يعني الحواني تبقى نقبل بياليو وربي حكم فنجينا اقلم بيالي دي بيالنا نكها كان عق عبل حتى دي يوم بيالا ونبي صلى الله بيالي يا ابن الخطاب يعني ابوهو يا ابن الخطاب أنا رسول الله رب الأكين وربي عسيون وربي الابد يكون وربي صلى الله بيالي ثم انطلق عمر متغيضا الى أبي بكر فقال ما قال رسول الله صلى الله صلى الله واجابه أبو بكر ما أجاب به رسول الله صلى الله � قال يا عمر يعني النبي صلى الله الحق حلا وانطلق لتدين بيالي وعمر طبعا رضي الله عنه شديد قوي على ثم أنزل الله تعالى إنا فتحنا فتحا مبينا من لوحر الله سبحانه وتعالى سورة رفتحة تكرت إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة الفتح فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه فقال يا رسول الله أو فتحنه قال نعم فطابت نفسه ورجع الله أتكرت النبي تعالى سورة رسول الله وقرأه إليه وقرأه فاتحتي يا رسول الله وقرأه إليه نعم وعمر أخبره فرحانا دنته وندمه جبال ثم ندمه عمر على ما فرطه منه فعمله لأجله أعمالا إن شاء الله الكلام بتاع هذا ومن الأجل اللي يوديه تلويه عمر بن الخطاب مرة قل من نبي الله صلى الله عليه وسلم يقولك ينسألكون دبيلا ندمه على أعمال سنة أعمال جريدة من السيام ومن صداقات ومن اتقرقاب ومن رجع الخير أشياء بدح ودع العمر بن الخطاب يقول إلا كمسلزن بالأكيو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلسكودي من دبيلا ثم ندم عمر على ما فرط منه فعمله لأجله أعمالا لم يزل يتصدق ويصوم يصدق ويصوم ويصلي ويعتق حتى رجع الخير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا